أريد أن أسألك على تصابر المشكلة التي لم تنسهها التي ترىها وكنت تشاهد عليها كانت مع حسام أو مع وليد أو كانت مع مين وكانت المشكلة حصل تجاوز لم أكن أعيز حسام إبراهيم حتى في التقرير الذي أعرفه لم أكن أعيزه هل فعلا أنا عندي معلومة وأنت تقول لي وأنا أقول لك لو حقيقة تعرفني كان هيحصل فيه يعني خلاص أنت أفهمتك يعني تطاو يعني فيه تجاوز لا أحصل مشكلة كان هيضرق أو الضرق أه لا أحصل مشكلة كان هيحصل خنايا جمدك جدا كان هيحصل أو أنه عندنا أن تقفل عليه القوضة ولم أعرفه زي ما تقفل عليك لا أنا ما تقفلش عليها عجب ما تقفلش عليها بفتحي ببناء كان هيوصل للدرجة دي إيه بقى الله حصل وقتها ما هو ساعت ما هو تقريبا عشان خاطر مش متذكر تقريبا مش هيلعبهم عرفوا هو مش هيلعبهم تقريبا أو هيعادوا احتياطي دي يعني في الحتة تعرف كابتر حسام وكابتر أبراهيم في الحتة دي صعب قوي لأنه كان يعني كان عايز يدي فرص لناس تاني وفي نفس الوضع كان تقريبا خلاص أنه تقريبا كان حسام أبراهيم خلاص عقدهم بيخلص فابتدوا يقعدوا حسام أبراهيم ويخرجوهم بره الثمانتاشر لأنه خلاص يعني شايفين أنهما مش يبقى ليهم موجود حتى هو في تقريره كان كاتب أنه مش عايز حسام أبراهيم قال لك إحنا عايزين نطلع الجيل جديد وعايزين نعمل أسماء جديد فمن هنا بدأت المشكلة ومن دمن الأسباب أنه مش حسام أبراهيم بسبب الموضوع دي من أكتر لاعب أنت كان في مشاكل بينك وبينو أو حصل أزمات بينك وبينو سواء داخل النادي الأهلي أو في أندية تانية أو في الزمانك أو في أندية تانية وأنت ما كنت بتلعب بس لا ما أعتقدش يعني هل كان في مشاكل بينك وبين طريق سيد لعب الزمانك لا لا خالص 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 ولا مرة لا خالص أنا علاقتي مع اللعيب الحمد لله لك كويسة جدا حتى لو كان بيبقى مثلا فيه خلاف أيوة ماشي بس مش خلاف شخصي يعني مين اللي أنت يعني يعني يا عحمد يعني أكبر مني فمعصر يقول لك على الجيل بتاعنا الحمد لله لأ أنا علاقتي بزميلي إحنا كلنا بس في ميزة حلوة جدا في السن بتاعي اللي هو الجيل بتاعنا يعني وفي بالك إن إحنا ورايبين لبعده والروح بتاعتنا حلوة يعني يعني كل الجيل بتاعنا ورايبين لبعده أولا كله كل واحد لليه النجومية بتاعته كل واحد ليه تقلو كل واحد ليه جمهريته فكانت العلاقة ما بيننا من بعض حب